نروح للحدث الأبرز والأهم الأسبوع القادم اللي هو ايه؟ أول الأسبوع القادم اللي هو ايه؟ مباراة القمة أهلي وزمالك زمالك وأهلي مباراة زي ما قلت مباراة حشان ما قرارش كلامي هقولك باختصار هي مباراة دايماً بلا حسابات سيبك بقى يقولك أصل الأهلي أفضل أصل الزمالك أقل لا ده الزمالك في المباراة لما بيخش أقل بيبقى هو اللي بيكسب لا الأهلي لما بيخش جامع بيقصى سيبك من كل الكلام ده ما تروحش وتيجي معاه هي حالة اللاعبين والأجهزة الفنية في المباراة زي ما كنت بقول يا جماعة ما تقولوش كده 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 الأهلي أفضل لا الزمالك هو الأفضل فالأفضل هيكسب لا اللي أحي تتعلم خلاص تتعلم الدرس الدرس بيقول إنه ما تحطش معايير طيب إيه بقى اللي بيحصل في نادي الزمالك قبل مباراة القمة وبقى كده هنروح للي بيحصل في الزمالك يلا بينا أولا البرتغالي جزفالدو فريرا المدير الفني للفريق عكف منذ انتهاء مباراة بيرامد على إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة التي دخلوا فيها بعد الخروج من نصف نهاية كأس مصر كما حذر فريرا اللاعبين من أي استهتار أو تراخي في الأيام التي تصبق الكمة وشدد عليهم بزياد التركيز حتى يستعيد الفريق توزنه ثانيا مصير السنائي أحمد فتوح وعبدالله جمع حتى الآن هو الغياب عن مباراة القمة نظرا لأن فريرا وضع لهم برنامج تأهيل لمدة أسبوعين لم يمضي منهما سوى خمسة أيام فقط وبالتالي هناك صعوبة كبيرة في الحاق السنائي بالمباراة إلا إذا كان هناك رأي آخر لفريرا في الساعات القادمة ثالثا خلال التمانية واربعين ساعة الأخيرة كانت هناك جلسات مستمرة بين فريرا واللاعبين وأيضا السلاسي الكبير في الفريق شكبالة وزيزه ومحمد عبد الشافي مع زملائهم من أجل تحفيز أنفسهم ولم الشمل واستعادة الثقة ورفع الروح المعنوية قبل القمة ودي أكتر حاجة محتاجة هالزمالك في الفترة الحالية رابعا اليوم الأربعاء كان هناك جلسة خاصة بين فريرا وإمام عشور حرصة خلالها المدرب على تصحيح أخطاء اللاعب ومطالبته باستعادة المستوى بعد تراجعه في المباريات الأخيرة ومنح فريرا اللاعب بعض التعليمات الفنية لتلاف السلبيات التي ظهرت في أداءه مؤخرا حقيقي ده مش مستوى إمام عشور عنده أفضل أكيد عنده أفضل وشفناها يعني خامسا فريرا يدرس مفاجئة النادي الأهلي بالدفع باللاعب سيد عبدالله نمار في التشكيل الأساسي لمباراة الكمة حيث عكف على تجهيز اللاعب في الأيام الأخيرة بعد غيابه عن المباريات المضيمة بشكل أساسي سادسا فريرا استقر على تغيير طريقة لعب الفريق في القمة أمام الأهلي والعودة من جديد إلى طريقة 3-4-3 خوفا من أخطاء الدفاع وأيضا بناء على طلب من الجهاز المعاون لفريرا في ظل المستوى المتراجع للفريق فريرا استقر على تغيير طريقة لعب الفريق في القمة أمام الأهلي والعودة من جديد إلى طريقة 3-4-3 ودي أكثر أو دي من أكثر الأشياء اللي انتقد فيها فريرا أنه تراجع عن طريقة اللاعب اللي كان بيكسب بيها اللي هي 3-4-3 ليه بقيت لعب 4-3 وتكتب تكسب بـ 3-4-3 اللي جابة عندي فريلا بس حد شرفها خلص بي